دعالوا بقى زي ما عاودنا وحضراتكم نتطمن على حالة الجو من دكتور علي قد بخبير الأرصاد الجوية دكتور علي أهلا بيك وصباح الخير صباح النور أهلا بحضراتكم دكتور علي زي ما تعودتنا أهلا بيك كمان أهلا بيك يا دكتور وصباح الخير عليك وزي ما دايما بتطمننا كده في بداية نهار جديد إيه أخبار الحالة الجوية اليومين دول وأخبار التقس وإيه ضربات الحرارة آآ نهاركو بديد إن شاء الله وكله أمل وتفاؤل وشمس صاطعة وطقس سريط المعتدل خلال فترات النهار خاصة وقت الزهيرة على المناصف الشمالية آآ حتى آآ شمال الصعيد يميل الحرارة في جنوب الصعيد في فترة الزهيرة فقط اللي هي ما بين الساعة آآ الثانية عشر حتى الساعة آآ الثالثة عصرا آآ ولكن بعد ذلك بتنخفض درجة الحرارة في غياب أشعة الشمس بيعود التقس في أول الليل مائل للبرودة ثم يكون بارس في آخر الليل وساعات الأولى من الصباح نعم ويمكن درجات الحرارة المسجلة هي اللي بتؤكد هذا الكلام لما لا إن متصفات درجات الحرارة العظمى على أغلب مدن شمال ومحافظات الجمهورية اللي هي التواحي الشمالية الواجه البحري مدن القناة شمال سيناه القاهرة العاصمة بلاه كلها حوالين 27-28 درجة مليا العظمى ودي بتبقى ما بين الساعة واحدة حتى الساعة الثالثة عصرا ثم تنخفض ليلة وتصل درجة حرارة صغرى في آخر الليل تحديدا ما بين الساعة الثانية فاجرا حتى الساعة الثالثة صباحا تبقى ما بين 18 إلى 19 درجة موية في بعض المحافظات تنخفض لـ 17 فدي برودة في الطقس وبالتالي الطقس بيبقى شبه متقلب من حيث درجات الحرارة ارتداء الملابس أثناء فترات الظاهرة يختلف عن ارتداء الملابس أثناء فترات الليل المتأخرة والساعة الأولى من الصباح أبناءنا الطلاب في المدارس أثناء الساعة الأولى من الصباح لبرعه بدري لابد من النفس الجاكت أثناء ذهبهم إلى المدارس وخليها لفترات الليلة لو فيه خروج أو أي سهارات متأخرة يجب أن يكون برضو فيه جواجب خاصة في المدن الجديدة والملاطق المرتوحة لنتيجة للسهارات الهوائية اللي بتساعدة لإحساسنا بالبرد سوى ذلك كانت توجد أي سهارات جوهرية والظاهر الجوهرية اللي بتصاح بالصفة الصفة عامة السحب المقابضة ومتسطة ودي بتظهر في السماء المناطق الشمالية بتتكاثر في وقت الظاهرة أحيانا بتحجيب أشعة الشمس ساعتها لو إحنا عاديم في الظل بنشعر أن الجو إيه ده؟ ده هيمطر لا هو عشان يمطر لابد من ظروف جوية ملأمة للمطر دوت وهي تفع كبير في نسبة الرطوبة النسبية مع خلايا توزيع الضغط الجو على سفح الأرض في رطوبة نسبية وما إلى ذلك فلسه فرص المطر على محافظات الواجهة البحر والقاهرة لم تكن قائمة حتى بداية الأسبوع القادم لكن بتتكاثر الصحب وبداية الأسبوع القادم هيبقى فيه فرصة تكون أمطار خفيفة فقط على الصحب الشمالية الغربية عند مطروح وغرب الأسكندرية ودي ممكن تبقى السبت والأحد للسؤال طيب دكتور التقلبات الجوية طبعا إحنا كلنا بنحذر السادة المشاهدين منها فإيه الإجراءات الاحترازية اللي لازم نعملها عشان الصبح بيبقى الجو حر وبليل شوية الدنيا بتبقى برد والله برضو نتيجة الإجراءات الاحترازية قبل من نتكلم عنها هنقول أن صغير المناخي اللي ناتج عن التلوث البيئي واللي بتتسبب فيه كثير من الدول الصناعية الكبرى وهتنعقد مؤتمر فيه خلال الأسبوع القادم في سكوتلندا في المملكة المتحدة بيناقش التلوث المناخية لأن دي بتقدي لتطرف في الظواهر الجوية وده اللي بيحدث خلال الوصول الانتقالية بسيفة عامة فالتطرف ده نلاقي موجات حرارية عالية موجات برودة شديدة فترات الصيب الجديد فترات الشتاب الكيل وهكذا عنص في الظواهر الجوية ولذلك احنا لغاية دلوقتي حتى الأسبوع ده وده ده ده القادم ما بيش اي اختلاف في الظواهر الجوية سوى الحرارة وبالتالي احنا ناجم نكون حاضرين في اتداء الملابس اللي بنلبسها ملابس أثناء الظاهرة فممكن يبقى ملابس صيفية أثناء ساعات الليل المتخرة من بعد الساعة التاسعة أو العشرة نقدر نلبس الملابس الشتوية وبالتالي نكون امنين في هذا الوضع النقطة الثانية ان احنا لو ركبنا باصات او شبسات تكون مستحمة شوية لابد من لبس الاتمامة عشان التباعد الاتماعي وعشان نحفظ انفسنا من اي اصابات لقدروا لنزلات برد بالاضافة يبقى فتح النوافذ الباص على اساس ان يبقى السيارات الهوائية تساعد على تغيير الجو داخل الباص نفسه وبالتالي نأمن من اي نزلات برد او الاصابة بالنزلات برد ان شاء الله ان شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا دكتور علي قد بخبير الارصاد الجوية شكرا جزيلا لك مشاهدينا كده طمنا على حالة الجو فيلا بينا نروح بسرعة نشوف اول الاخبار الموجودة معنا